نهر ده تقريب التحكيم هو يمكن عشان كمان مش اسم كبير الحكم وبعدين في حاجات كده حصلت في المباراة ممكن تبادل انها صغيرة مش كبيرة او قصيت عن تكتر المباراة ولكن برد حس انه كان عنده اخطاء يعني بص يا كريم الاختيار من الاساس مش مظبوط احنا المصر الكبير زي الاهل والزي مالك السوبر المصري اكبر ماتش في شرق الاوسط فلما تكتر اختار الحكم عندك حاكتين اتنين مهمين جدا اول حاجة الجنسيتين بتوع المدربين قابلت عنهم صح خاص مش مضطرة نروح للجنسيتين منع لبكل وقال فانت جيبت برتغالي زي فرير فمشكلة الحاجة التانية لازم نقبة ايه يعني لازم نقبة اعلى مستوى في اوروبا بانت كانت كانت تدفع فانت جيب بقلت حاجة نتعلم منها كحكام مصريين يعمل شوق تحكيم محترم تستمتع بالتحكيم زي ما استمتع بقول وساعت اتقول بقى فعلا ده الحكم ده افضل من اللي عندي بالسطط في الاخر على الاقل قدم درس الحكم صح فده مش موجود النهارد الرجل مش مصنف جبته نفس جنسيت مدرب من مدربين اللي اتنين اه يناعمل الكلام ده مقصرش بس الوارد الكلام ده كان يعمل مشكلة صح تصنيفه الخبرات الحكم ايه حاجة بتقول مثلا لو مثلا زمان الكسب وكان الحكم خد قرار كان هيطلع 1000 واحد ب1000 واحدين مليون واحد بالضبط يقولك اه ما عشان برتغالي فعايز يكسب البرتغالي فعنخش في افلان فاته ما فوت تريح نفسك من القصة من الاساس من الاساس تحرار المشكلة خالص لما مختارش نفس الجنسية من المتنين مدربين اه اجيب حكم على مستوى كبير اسم كبير اللعب على فكرة النهارده قبل منزل الملعب عارف الاسم اللي جاي ما يعرفوش غير ما يكون اسم جايلك اسم كبير في الاتحاد الاوروبي او رايح كاسعالم فبالتالي نازل اللعبة كلها عارفة ان الرجل ده لا اسم كبير مش هيتكلم النهارده كان في لها ترى كتير جدا كان فيه كلام كتير جدا في الملعب كان فيه اخطاء كبيرة حكامنا ما يقلوش عن المستوى ان الحاكم الموجود باليزيده كان مستوى فبالتالي انت عندك النهارده الناس كلها خارجة مش ماسك حاجة معينة في التحكيم ولكن مش راضين كل الرطاق هو ده هو ده انه انه انت فعلا هو الحمد لله من صدق ربنا عليها ويمكن عشان المباراة نفسها زي ما حرك قلت لي حتى قبل ان هي كتراحة يمكن في اتجاه الاهل شوية او بانت ان هي رايحة فنيا في اتجاه النادي الاهلي واذا مالك كان مش افضل فنيا من ندي عليك لو المباراة فيها ندية واضحة من الاهلي واذا مالك كان ممكن يبقى فيه مشكلة هتصدر مشكلة ومشكلة هتسمع في الشارع المصر كله لكن الحمد لله ان الدنيا مشت في اتجاه يعني كان الفريبين ابن الضبط لا في الاخر بالدنيا مشت في اتجاه وبالتالي التحكيم ما كانش مؤثر في المبرأة عارف بقى كمان في نقطة قبل ما نروح للحالات الهراج بتقوله ده انه احنا الوقت احنا منتحدث عن حاكم مش جيد احنا ما منقولش حاكم مش جيد عشان بس اثر في نتيجة المبرأة وغير نتيجة المبرأة اللي فريق عشان بعض بس يقولك احنا انتو بتكلموا الوقت عن الحكام عشان كسف فرقتي او خسر فرقتي او خسر الفرق اللي قدامي لا انت الوقت بتتحدث عن التحكيم ما كانش جيد رغم انه مفيش نادي بشكل واضح طالع النهاردة بيقول ان الحكم كان سايد ان فيه مشكلة اه وفيه مشكلة لكن انا بتتكلم الكوالات اللي موجودة مش الكوالات اللي احنا منتظرانها في حالة فماتش كبير زي ارزاك صحيح دي مهم